سؤال لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد الآن النفس أغلى من المال فلماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد لأن الآن لو قلنا لكل إنسان أنه يدفع إذا هدد مثلا بماله مثلا قالوا له نقتلك أو نأخذ أموالك ماذا يحصل تسلط اللصوص على ماذا على الناس لكن كل الصليوم يعرف أنه إذا اعتدى على مؤمن سيدافع عن ماله حتى يكون ينال الشهادة وبهذا يخاف اللصوص اليوم فهمت الشيخ أي نعم إذن هذا حفاظ على المجتمع كامل ليس فقط عليك وعلى مالك وعلى عرضك